أكلنا ولا إحنا اللي أكلنا نبي نمشي أسرع شوي في الأسئلة القادمة كنا نحكي في رئيس الوزراء واستجواب رئيس الوزراء وهذا ذكرنا بموضوع الأخنا أبا محمد هايف المطيري اللي طرح قبل أيام موضوع إعادة الجناسي وموضوع العفو وموضوع إسقاط العضوية وأيضا قال إن هناك ما يشبه الاتفاق على تحصير رئيس الوزراء وهذا أكثر من مرة أشار لهذا الأمر وإن هناك تعهدات لم يتم الالتزام بها من قبل الحكومة وربما دخلكم كنواب ورئاسة حتى أعتقد كن دقيقين أخ بخالد يعني الأخ محمد هايف ما قال جدي قال إن في تعهدات واتفاقات وفي اجتماعات في شحدني أنا على هذا الأمر وإن الحكومة أخلت بتعهداتها وذكر إسقاط العضوية وذكر الجناسي وذكر يمكن العفو اللي أبا أقوله فيه بكل وضوح وبكل بشكل مباشر فيما يتعلق كلام الأخ محمد هايف صحيح فيما يتعلق إن هناك اجتماعات عقدت في بيتي وفي ديواني وأنا أتشرف في الأخ محمد هايف وكل النواب معدي يبقى بثنين اجتماعت معاهم في منزلي وفي بيتي في اجتماعات تكون بوجود بعض الوزراء في اجتماعات كذا وهذا أمر تنسيق يعني نعم هذا صحيح أما موضوع أخلفة الحكومة في موضوع أسقاط العضوية غير صحيح في موضوع العفو بأن هناك وعد هذا غير صحيح غير صحيح العفو ليس بيد الحكومة وليس بيد المجلس العفو بيد صاحب العفو فيما يتعلق في موضوع الجناسي أنا أعطيك بكل وضوح كان في طلب من مجموعة كبيرة من النواب لبحث موضوع الجناسي اللي قاله في عن صاحب السمو غير دقيق نعم نعم طلب واجتماع وكان في تمهيد لهذا الاجتماع اللي كل ما قيل من قبل صاحب السمو نفد كان الموضوع يتعلق دون أن أدخل في تفاصيل كان موضوع جنسية الأخ عبدالله البرغش وهذا تم وكان موضوع دخول سعد العجمي والدخول نعم والطلب كان حتى في الاجتماع اللي طلبه الأخ مبارك الحجرف والأخ دكتور محمد الحويلة إذا يعني ما تخلني ذاكرة أنا متأكد لخ مبارك الحجرف ومحمد الدويلة يمكن في حويلة حويلة أفوا يمكن في أخوة آخرين وأمر أن يدخل موضوع إعادة الجنسية قال وفق القانون القانون سنة وبالتالي يجب أن يطلع الازدواجية الجنسية الأخرى ويتنازل عنها حتى لا يكون له جنسية أخرى يعني يكمل سنة إقامة يكمل سنة إقامة وبعدها يجب أن يتنازل عن الجنسية الأخرى الآن هو يمكن يقول أنا ما عندي جنسية أخرى الدولة تقول أنه عنده جنسية وعنده ازدواجية هذا موضوع آخر بس ما صار فيه وعد وتم الأخلاف فيه الأمر الثالث بأن تشكل لجنة كل في الرئيسين وأن تشكل لجنة اللي يقول لك حنا مظلومين حنا مظلومين حنا مظلومين خنشوف شكلت اللجنة كان فيها الأخ علي الراشد والدكتور نايف الحجرف وفتحت المجال أي واحد يكون عنده ظلم صاحب السمو قال أنا ما بأحد يكون مظلوم في هذا الأمر فتح المجال لثلاثين سنة مضت تقريبا أي واحد يقدم يعتقد أنه عليه بحث 186 ملف تم رفض أو 186 تم رفض 1858 ملف والباجي مورده وأنه في خطأ من الحكومة يعني مثلا في أعطيك مثال بس فقط حالة وحدة قدم طلب الجنسية في أواخر الستينات وبداية السبعينات دون أن يكذب قال أنا ما عندي إحصاء 65 وأعطي بناء على إحصاء 65 أعطي وكأن عنده المادة الخامسة بين الفقرة الثالثة والأولى واحدة فيها إحصاء 65 تم تعديل هذا الوضع في البعض تعدى الوضع أنا الآن هذا ما تنفي موضوع الجناصي وهذا التزمت الحكومة بما جاء في تقرير اللجنة اللجنة رفضت أشخاص مو من حق كائنا من كان إنه يقول ليش مو هالشخص وليش هذا الشخص